السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي كرام أخوات فاضلات وصناعكم الفصل الخامس من منهج التمتشغيل الأكاديمي هذا الفصل راح يكون إن شاء الله عن الـ Process Synchronization اللي هي تعني مزاملة العمليات الهدف الرئيسي من هذا الفصل هو شرح ما الذي يحصل إذا كان هناك عدة عمليات تصل إلى نفس البيانات في نفس الوقت وكيف نستطيع الحفاظ على تسلسل تنفيذ العمليات والمحافظ على صحة البيانات بعد انتهاء تنفيذ كل العمليات بالبداية راح نتحدث عن Background يعني خلفية عامة عن هذا الموضوع راح نتحدث عن Critical Section Problem اللي هي مسألة المقطع الحرج من الكود والي هو المقطع الذي من خلاله تستطيع العملية الوصول إلى بيانات مشتركة مع العمليات الأخرى وبعد ذلك راح نتطرق إلى الكثير من الحلول لمشكلة الـ Synchronization اللي هي راح تبدأ بـ Peterson Solution Synchronization Hardware وبقية الحلول اللي راح نتعرف عليها إن شاء الله مثل ما ذكرنا الـ Objective الهدف من هذا الفصل هو لأعرض مفهوم مزاملة العمليات لتقديم مشكلة أو مسألة المقطع الحرج في الكودات والحلول لهذه العملية المحافظة على ما يسمى بالـ Consistency of Shared Data اللي هي تطابق أو تواؤم البيانات المشتركة بين العمليات بعد ذلك راح نقدم العديد من الحلول التي هي بعضها هاردور بعضها سوفتور لمشكلة الـ Critical Section أيضا راح نتحدث عن بعض المشاكل التقليدية لهذا الموضوع وأخيرا راح نتحدث عن بعض التولز اللي تستخدم لحال مشكلة في النظوم التشغيل بداية مثل ما نعرف في العمليات يمكن أن تنفذ بشكل متزامن أي أنه عدة عمليات تعمل في المعالج في نفس الوقت ويقوم المعالج بالانتقاد فيما بينها عن طريق الـ Switching يعني ينتقل بين العمليات من واحدة إلى أخرى حسب زمن التنفيذ المحدد أو الأولوي الخاصة بهذه العمليات مثل ما نتعرف عليها إن شاء الله في الفصل القادم طبعا تنفيذ أي عملية يمكن أن يتم مقاطعتها في أي وقت وكذلك بعض العمليات ستكون يعني منفذ بشكل جزئي يعني لا يكتمل تنفيذها وإنما يتم إخراجها من المعالج وإرجاعها إلى الرام أو الذاكرة الرئيسية وإدخال عملية أخرى لغرض التنفيذ ثم بعد ذلك نجل بالعملية التي نفذت جزئيا لنسمح للمعالج بأن يقوم يكمل معالجتها طبعا العمليات المتزامنة يمكن أن تصل إلى بيانات مشتركة مما ينتج عنه ما يسمى بالData Inconsistency اللي هو عدم تطابق أو عدم توائم البيانات الناتجة من هذه العمليات للمحافظة على توائم البيانات نحتاج إلى آليات نضمن من خلالها التنفيذ المتسلسل للعمليات المتعاونة أو المتزامنة كمثال على هذا الشيء مثل ما تذكرون عندنا بوحدة من المسائل الرئيسية اللي يسموها البروديوسر Consumer Problem اللي هي هناك عمليتان الأولى نسميها البروديوسر التي تقوم بإنتاج البيانات والأملية الأخرى تقوم باستهلاك البيانات اللي هي الـ Consumer فإذا كانت هذه العمليات تعمل سوية وأردنا أن نحافظ على البفر اللي هو الذاكرة الفرعية أو الذاكرة المواقتة المشترك فيما بينهما مملوئة في كل الوقت رح نحتاج ما يسمى بالـ Counter اللي هو العداد مجرد أنه متغير من نوع انتجر رح يقوم بزيادة العداد يعني Counter Plus Plus إذا كان هناك شيء منتج جديد وأيضا يعني Minus Minus يتم تناقصه إذا كان هناك شيء مستهلك جديد وهكذا بالبداية طبعا رح نقوم بضبطه على الصفر ثم نقوم بزيادته كلما أنتجت بيانات جديدة من البروديوسر ونقوم بإنقاصه كلما تم استهلاك بعض هذه البيانات أيضا من البفر من قبل عملية الـ Consumer أو المستهلك هنا يعني فد مثال بسيط على كيفية كتابة هذا الكود الخاص بالـ Producers طبعا مثل ما ذكرنا هذا جزء بالكود يعني هو ليس الكود كامل Wire True يعني هذا شرط Indefinite Loop يعني يستمر إلى مالة نهاية يتم هنا رح يتم توليد أو إنتاج فد ايتم جديد طالبا عن الـ Counter يساوي الـ Buffer Size يعني إذا كان الـ Buffer Size إذا كان الـ Buffer ممتلئ لأنه الـ Counter يساوي الـ Buffer Size دون أثنك يعني ما رح نسوي شيء لأنه هذه الفارزة من قوطة يعني Wild شرط إذا كانت فارزة من قوطة معنافها دون أثنك بعد ذلك إذا كان لدينا بخلاف ذلك يعني إذا كان هذا الشرط غير صحيح معناته الـ Buffer لا زال فيه مجال يعني يسمح بإنتاج البيانات بعد ذلك رح نقول Buffer of يعني ساونا Next Produced يعني ساونا إن زائد واحد مود Buffer Size والـ Counter زائد زائد زائدنا الـ Counter أو العدات الخاص بالبرنامج أي أنه تم إنتاج فهي تقنصر جديد بالنسبة لالـ Consumers نفس الحالة أيضا إذا يعني إذن هذه العملية تستمر إلى عمالة نهاية لأنه Wild True يعني طالما أن هذا الشرط صحيح وهو صحيح رح يتستمر هذه العملية طبعا هذا الشيء هو مثل ما ذكرنا يعني هو جزء من كود فقط للتوضيح يعني بعض الأحيان أو في أغلب الأحيان لا يوجد يعني شيء اسمه Wild True بالعمليات التي تبدأ في وقت محدد وتمتي في وقت محدد إلا إذا كانت هذه العملية هي جزء من نظام التشغيل مثل ما إحنا قاعدنا نتحدث عنها وغير لـ Counter يسوي صفر إذا كان معناتها البفر فارغ فالـ Consumers لا يستطيع عمل أي شيء وبالتالي لا تقوم بفعل أي شيء بخلافه يعني إذا كانت هذا الشرط غير صحيح يسوي أن البفر أوف أوت رح نقوم باستهلاك في أنصر جديد من البفر الآوت يسوي الآوت يساعد 1 مود بفر سايز يعني نقوم بزيادته بمقدار 1 للانتقال إلى الأنصر اللي بعده مباشرة ونقوم بترقيص العداد بمقدار 1 يعني Counter Minus Minus وهكذا تم استهلاك هذا الأنصر من البفر المشكلة اللي تواجهنا في العمليات المتعاونة أو المتزامنة هي ما يسمى بالRace Condition اللي هو الشرط التسابق بين العمليات يعني أبسط مثال على هذه الأمور طبعا هذا مثال بسيط جدا اللي يحصل في العمليات الحقيقية هو أكبر وأعقد بكثير عملية الـ Count Plus Plus والـ Count Minus Minus يعني اللي هي زيادة الكاونتر من مقدار 1 وتنقيص الكاونتر من مقدار 1 هذه تتم في المعالج بالطريقة التالية أولا قيمة الكاونتر يتم وضحها في داخل رجستر أحد مسجلات النظام اللي هي عبارة عن ذاكرة صغيرة جدا موجودة في داخل المعالج بعد ذلك هذا الرجستر نقوم بزيادة قيمته بواحد ونضع النتيجة في نفس الرجستر اللي هي التحصل في داخل المعالج يعني بلغة الماكينة اللي هي تعبر عن Counter Plus Plus في لغة C Plus Plus مثلا Counter Minus Minus أو تنقيص الكاونتر من مقدار 1 أيضا تتم بنفس العملية نقوم بوضع قيمة الكاونتر في رجستر ثاني طبعا هنا نرجسر 1 ورجستر 2 هذه مجرد أسماء وهمية لأنه هي موجودة AX, BX, CX, DX أو غيرها من الرجسترات الأخرى حسب نوع المعالج لها أسماء خاصة قيمة الكاونتر راح نضعها في داخل الرجستر بعد ذلك الرجستر نقوم بتلقيصه يعني بمقدار 1 ثم نضع القيمة الجديدة في نفس هذا الرجستر وأخيرا نقوم بإسناد هذه القيمة إلى الكاونتر مرة أخرى الآن نفترض أنه عندنا اثنين عمليات عندنا Counter Plus Plus وCounter Minus Minus اللي هي هذه تتم من قبل البروديوسر وهذه تتم من قبل الكونسيومر إذا كانت هذه العمليات تعمل سوية وكانت في لحظة من اللحظات الكاونت يساوي 5 يعني عدد العناصر الموجودة في البوفر يساوي 5 أو عدد القيم أو البيانات الموجودة في البوفر يساوي 5 إذا افترضنا أنه البروديوسر قام بتنفيذ السطرين الأولين اللي هو قام بإسناد قيمة الكاونتر إلى رجستر 1 هذا الحال رجستر 1 يحتوي على 5 بعد ذلك زيدنا قيمة رجستر 1 بمقدار 1 وأيضاً إسنادناها إلى رجستر 1 مرة أخرى صارت قيمة رجستر 1 6 في نفس الوقت وعندنا عمليات الكونسيومر أيضاً قامت بتنفيذ نفس العمليات قامت بإسناد قيمة الكاونتر إلى رجستر 2 رجستر 2 أصبح قيمة 5 لأنه إحنا نلاحظ لحدنا الكاونتر هو بعد قيمة 5 ما تغير بعد ذلك رجستر 2 نقصنا واحد ووضعنا في رجستر 2 أيضاً قيمة رجستر 2 حالياً 4 بعدها إذا أجد البروديوسر وقامت بتنفيذ هذه العملية إنه قامت بإعطاء قيمة رجستر 1 إلى الكاونتر أصبح الكاونتر مقدارة 6 وفي نفس اللحظة أو بعتها مباشرة إجد الكونسيومر وقام بتنفيذ هذه العملية اللي هي إسناد قيمة رجستر 2 إلى الكاونتر هنا الكاونتر صارت قيمة 4 فاللهظة أنه العملية الأولى جعلت قيمة الكاونتر 6 العملية الثانية جعلت قيمة الكاونتر 4 ولكن في الحقيقة هو اللي صار أنه إحنا الخمسة زودناها واحد ونقصناها واحد فيفترض ترجع خمسة ولكنه بسبب التداخل وهذا الرئيس كونديشن التسابق بين العمليات في الوصول إلى هذه القيمة بدون وجود آلية لضمان صحتها بالنهاية جعل النتيجة تعتبر خطأ لأنه كلاهما هذه خطأ يعني الكاونتر حاليا هو ليس 6 وليس 4 لأنه مثل ما نعرف أنه زيدنا واحد هنا الكاونتر ورجعنا قللنا واحد وبالتالي يفترض تكون القيمة النهائية غمسة ولكنه بسبب هذا الرئيس كونديشن صار أدنى مشكلة وأصبحت أدنى نتائج خاطئة هذا هو ما يسمى ما يسمى بالرئيس كونديشن واللي هو ينتج عن تنفيذ خاطئ بسبب تنافس أو التسابق بين العمليات للوصول إلى البيانات المشتركة بدون وجود آلية لضمان صحة البيانات بعد التنفيذ هذا هو اللي بشكل رئيسي هو اللي راح نركز عليه بهذا الفصل وكل الحلول اللي راح نتحدث عنها هي لوضع شروط معينة أو قيود معينة برمجية أو هاردوير أو سوفتوير لحال هذه المشكلة وبالنتيجة النهائية نضمن أنه الكاونتر يكون 5 لهذا المثال البسيط طبعا هنا اللي شرحناه قبل قليل هو يسمى الكريتكال سكشن بروبلم يعني هي تعتبر مشكلة أو مسألة كبيرة ومهمة جدا في النظم التشغيل الكريتكال سكشن بروبلم ببساطة هي وجود مقطع حرج من الكودات المكتوبة للعمليات المتزامنة بحيث في داخل هذا المقطع يتم الوصول إلى البيانات المشتركة مع العمليات الأخرى فبالتالي من أجل أن نضمن تنفيذ العمليات بشكل حقيقي يجب أن نضع حلول لهذه المشكلة بداية نحن نفترض أنه لدينا نظام يحتوي على أن من البروسيس أن عدد صحيح يعني مهما يكون خمسة عشرة مية ميتين هذه العمليات التي تعمل في المعالج في الوقت الحاضر يعني في أي لحظة من الزمن P0, P1, P2 إلى Pn-1 كل عملية فيها ما يسمى بالcritical section اللي هو المقطع الحرج من الكود والذي في داخله يعني هو طبعا مثل ما ذكرنا segment of code يعني مقطع من الكود في داخله يتم الوصول إلى البيانات المشتركة مع العمليات الأخرى هذه العملية قد تغير common variables يعني قد تقوم بتغيير المتغيرات العامة أو المشتركة مع البقية العمليات الأخرى تقوم بتحديث الجداول تقوم بكتابة ملفات أي شيء آخر يعني قد تكون هذه العملية أي شيء مثل ما ذكرنا عندما تقوم واحدة من العمليات من دخول إلى المقطع الحرج فإنه no other may be in its critical section يجب أن نضمن أنه العمليات الأخرى لا تدخل إلى المقطع الحرج في نفس الوقت لأنه إذا افترضنا أن هذا مثل إذا أرجعنا هنا إذا افترضنا أن هذا هو المقطع الحرج اللي هو يعني كل العمليتان البروديوسر والكونسيومور كلهما يقومان بالوصول إلى المتغير اللي هو الكاونتر ويقومان بالتغيير عليه فبالتالي هذا الجزء من الكود هو المقطع الحرج فيجب أن نضمن أنه لا يتوجد أي عمليتان تقومان بالدخول إلى المقطع الحرج في نفس الوقت وبالتالي هي تسموها critical section problem هي تصميم protocol يحل هذه المشكلة كل عملية طبعا must ask the permission to enter critical section يعني كل عملية يجب أن تطلب الإذن للدخول إلى المقطع الحرج في الenter section في المقطع الأساسي أو الأولي أو المقطع اللي في بداية الكود بعد ذلك طبعا راح تدخل بالcritical section ثم تدخل إلى ال exit section وثم ال remaining section أو remainder section يعني الكود بشكل عام يكون general structure of processes الهيكل العام للعمليات ويكون كالاتي do يعني هنا تبدأ wire through يعني طالما أنه هذا الشرط صحيح تبدأ العملية تدخل بي ما يسمى بال entry section واللي هنا يتم بها تعريف المتغيرات والكلازات والفنكشنز وغيرها من الأمور أخرى بعد ذلك ندخل إلى ال critical section اللي هو المقطع من الكود مثل ما ذكرنا الذي يتم فيه الوصول إلى البيانات المشتركة مع بقية العمليات بعد ذلك طبعا هنا يجب أن تطلب العملية الإذن للدخول إلى ال critical section لأنه إذا كان عمليات أخرى مداخلة في ال critical section يجب أن تمنع هذه العملية من الدخول إلى ال critical section في نفس الوقت لكي نضمن عدم حصول مشاكل في البيانات بعد ذلك ندخل إلى ال exit section اللي هو إنهاء العملية والretairn وغيرها وال remainder section هذا إذا كان هناك ألزاء متبقية من الكود هنا مثلا algorithm for process i do while true هنا هذا اللي رح يصير لنا while turn يساوي إلى j turn اللي هو يعني الدور يعني my turn دوري your turn دورك فهنا هنا turn اللي هو المتغير اللي إذا يعني كان يساوي j مثلا رح نسمح للعملية من دخول إلى ال critical section هنا هو مثل ما ذكرنا تطلب الإذن للدخول الإذن هو بحقيقة هو تحقق شرط معين فإذا كان هذا الشرط متحقق رح ندخل إلى ال critical section بعد ذلك نقوم بإسنات فتقيبة معينة اللي هو ال exit section وأخيرا ال remainder section يعني هذا مجرد تمثيل بسيط للشيء الموجود هنا في ال general structure أو الهيكل العام الحل لل critical section problem هنا كل حل لمشكلة critical section يجب أن يتضمن الفقرات الثلاثة التالية طبعا هذا يعتبر سؤال مهم جدا يعني كل السنوات اللي درست به هذه المادة كان هذا واحد من الأسئلة اللي يشوبه ثابت يعني دعما أقول لهم أي حل لمشكلة critical section يجب أن يتضمن ثلاث فقرات فما هي هذه الفقرات mutual exclusion progress well bounded waiting أول شيء أدنه ما يسمى بال mutual exclusion اللي هو ترجمتها الاستبعاد المتبادل أي أنه إذا كان هناك عملية تقوم بتنفيذ critical section الخاص بها يجب أن نمنع كل العمليات الأخرى من الدخول إلى critical section الخاص بتلك العمليات وهو هذا الشرط الرئيسي اللي نحتاجه ولكن هذا لوحدة غير كافي نحتاج أنه إضا نضمن حصول progress اللي هو التقدم في العملية يعني لأنه إذا وضعنا هذا الشرط لوحده ربما تدخل العمليات في ما يسمى بال deadlock اللي هو التوقف القاتل اللي أيضا نتحدث عنه إن شاء الله بفصل مستقل فإذا اشترطنا الاستبعاد المتبادل يجب أن يكون معها أيضا progress يعني ضمان التقدم أي أنه إذا لم تكن هناك عملية تقوم بالتنفيذ في critical section الخاص بها فإن اختيار واحد من هذه العمليات يجب أن لا يستمر إلى مالا نهاية أي أنه يجب أن في كل لحظة من الزمن أو في كل جزء من الثانية يجب أن نضمن وجود أحد العمليات في critical section الخاص بها إذا كان هناك عمليات متعاونة طبعا في النظام الشرط الثالث لحل مشكلة critical section هو ما يسمى بالbounded waiting اللي هو الانتظار المحدود زمنيا أي أنه يجب أن يكون هناك قيد زمني على عدد العمليات أو الفترة الزمنية للعمليات التي يتم فيها السماح لهذه العمليات بالدخول للcritical section أي أنه يجب أن لا نسمح لعملية ما أن تدخل إلى critical section وتبقى فيه إلى مالا نهاية يجب أن كل عملية تدخل إلى critical section خاص بها لوقت محدد بعد ذلك يجب أن تخرج من هذا critical section ونسمح للعمليات الأخرى بالدخول له بشكل متبادل وهكذا طبعا هنا ن assume that each process executes at a non-zero speed نضمن أنه أو نفترض أنه كل عملية تنفذ بسرعة لا تساوي صفر يعني بسرعة ما لكنها كبير من الصفر يعني يجب أن العملية تستمر بالتنفيذ ولا تتوقف أيضا no assumptions about the relative speed of n processes يعني ليس هناك افتراضات عن السرعة النسبية لهذه العمليات يعني قد تكون هناك عملية سريعة قد تكون هناك عملية بطيئة هذا طبعا يعتمد على scheduling اللي وجد ولد المعالج واللي أيضا راح نتحدث عنه إن شاء الله بفصل مستقل critical section handling in OS يعني هناك تعامل نظم التشغيل مع مشكلة المقطع الحرج two approaches depending on the kernel is primitive or non primitive هناك كل نظام تشغيل مثل ما ذكرناه يتكون من نواة النظام اللي هو الكيرنل بعض النواة تكون ما يسمى من ال pre-imptive التي تسمح بحق الشفعة أو حق التوسط بعضها لا تحتوي على ال pre-imptive اللي هي non-pre-imptive اللي هي لا تسمح بحق الشفعة أو التوسط بمعنى أنه إذا كان نظام التشغيل من نوع ال pre-imptive فأنه يسمح للعمليات الأكثر أولوية بالدخول إلى المعالج يعني عندما تصل إذا كان المعالج في لحظة من الزمن يقوم بتنفيذ عملية ما ثم جاءت عملية أكثر أولوية منها يعني أعلى priority أو أقل زمن تنفيذ فإذا كان المعالج من نوع ال pre-imptive يسمح لها بالدخول العملية الواصلة حديثا ويقوم بإخراج العملية الحالية ويجعلها في حالة ويتنك مرة أخرى بالنسبة للنظام ال non-pre-imptive يعني يقوم بتنفيذ العملية حتى تنتهي وبالتالي يقوم بقفل أو منع كل العمليات الأخرى من الدخول أو مقاطعة التنفيذ العملية الحالية وبالتالي طبعا هذا النوع رح يحصل لنا essentially free of race condition in the kernel mode أي أنه إذا كانت العمليات يتم تنفيذها في طور هناك تنافس أي أنه المعالج سيقوم بمسك أي عملية ويكملها قبل أن يسمح بالعمليات الأخرى بالدخول وبالتالي المعالجات اللي هي من نوع non-pre-imptive تكون مشكلة critical section فيها أقل ولكنها تكون أبطأ بشكل طبيعي طبعا لأنه هنا إذا كانت عندنا عمليات أكثر أولوية أو مقاطعات أو عمليات ضرورية يفترض أنه نسمح لها بالدخول وتعطي للعمليات الأخرى ولكن مثل ما ذكرنا كل واحدة مئتهم فيها إيجابيات وسلبيات وإذن راح تحدث عنها بشكل مفصل في فصل الـ Scheduling أول حل من حلول critical section problem هو ما يسمى بالـ Peterson Solution هذا طبعا يعتبر هو خوارزمية جيدة a good algorithmic description of solving the problem يعني تعتبر وصف خوارزمي جيد لحل هذه المشكلة هنا راح يكون لدينا two-process solution يعني راح تصير هذا حل لعمليتين فقط يعني إذا كان هناك عمليتين فقط فيما بينهما حالة تسابق الـ Peterson Solution ممكن أن يستخدم لحلها أما إذا كانت عندنا أكثر من عمليتين فهذا الحل راح يكون غير مناسب لها هنا نفترض أنه عادة المشكلة الرئيسية بالـ Critical section لأنه هو الوصول إلى بيانات متزامنة واللي هي مثل ما ذكرنا يعني producer consumer أو هنا نسميها load and store يعني نفترض أنه يكون عندنا بيانات معينة ونريد الوصول لها يعني تحميل البيانات وخزنها نفترض أنه هذا اللود والstore هنه machine language instructions واللي نسميها atomic atomic يعني غير قابل للمقاطعة اللي هي يعني الإعازات الذرية هذه يعني عندما نقوم باعتراض أنه أي إعاز في لغة الماكنة هو من نوع الاتوميك أي أنه غير قابل للمقاطعة وبالتالي معناتها هو critical section فهذه العمليات طبعا two processes shared two variables هاي العمليات اللي هي load والstore راح تتشارك فيما بينها اثنين متغيرات أول شيء الانتجر turn اللي هو يعني دورة العملية والبوليان flag of two هذا هنا اللي هي الأعلام الخاصة بالعمليات واللي هي عبارة عن مصوفة تحتوى على قيمتين كل واحدة منتهم نوعها boolean اللي هي true أو false قيمة turn تحدد من هي العملية التي يجب أن تدخل إلى critical section الخاص بها أما مصفوفة الفلاكس اللي هي الأعلام التي تستخدم لتحديد العملية وفيما إذا كانت مستعدة للدخول إلى critical section الخاص بها أولا أي أنه إذا كانت الفلاك للعملية i يساوي أن true معنات العملية i pi هي ready يعني مستعدة للدخول إلى critical section الخاص بها هنا نهاية راح تكون يعني التمثيل الخوارزمي لهذا الحل أنه do while true يعني قم بتنفيذ هذا العمل طالما أنه الشرط مدحقق صحيح بالبداية راح نقوم بإسناد الفلاك of i يساونا true أي أنه يعني هذا تعبير عن أنه العملية i مستعدة للدخول إلى critical section الخاص بها الترن يساونا j هنا نخلينا أيضا طالما أن الفلاك of j and turn يساوي يساوي j طالما أن العالم الخاص بالعملية j هو صحيح يعني هنا فلاك of j هنا لأنه قيمة true and and يعني هذا الشرط الثاني والترن للj يساونا صحيح ممكن أنه العملية تدخل بالcritical section بعد ذلك نقوم بمجاعة لفلاك of i يساونا false أي أنه انتهت قيمة ثم بعد ذلك ندخل إلى remainder section اللي هو الجزء المتبقي من الكود هذا كله يحصل في داخل loop طالما هناك شرط يتحقق اللي هو استدعاء هذه العملية ووجودها في داخل المعالج هذا البيترسون solution طبعا هذا لأنه هو الحل الأول في هذا الفصل كل الحلول الأخرى التي سنتحدث عنها دائما يجب أن نحرص على أنه هذا الحل يطبق النقاط الثلاثة التي تحدثنا عنها سابقا توفر ايضا ليش؟ لأنه تم الحفاظ على الاستبعاد المتبادل لأنه إذا كانت العملية تدخل إلى critical section فقط إذا كان الفلاك الخاص بها بالعملية الأخرى او ان الترن هو للاي او انه دور العملية اي لدخول الى وبالتالي يعني من خلال تحقق هذين الشرطين نستطيع التأكد انه فقط العملية اي تستطيع الدخول اذا كانت عملية جاي خارج الكريتكال سكشن والعكس بالعكس ايضا يعني متطلبات التقدم في العملية ايضا متحققة المتطلبات الانتظار المحدود ايضا موجودة في هذا المقطع انه في كل لحظة من اللحظات نحرص على انه فقط واحدة من العمليات هي تكون في داخل الكريتكال سكشن وتبقى فيه وقت محدد يعني وتنتظر ايضا انتظار محدود زمنيا بحث انه نمنع حصول او غيرهم المشاكل هذا هو الحل الاول لمشكلة الكريتكال سكشن وان شاء الله في المحاضرات القادمة راح نتحدث عن بقية الحلول فقليكم يا انا شكرا جزيلا مع السلامة